سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا بيتقدبوا مع سيدنا النبي في حياته وانت قلت كلمة حلوة قوي طب ده في حياته اللي هو زي سيدنا أنس بن مالك بيقول كانت أبواب رسول الله تقرع بالأظافير يعني ما يجي نخبط على سيدنا النبي مش كده لا بيتدوافر ده احتراما مع سيدنا النبي أدب أدب ده سيدنا العباس عم النبي بيقولوله أنت أكبر أم النبي ده عمه أنت أكبر أم النبي عارفها الجواب بتاعه يقول ايه؟ بكل أدب يقول ايه؟ يقول هو أكبر مني وأنا ولدته قبلها يعني حتى مرضيش يقول ايه؟ ده أنا أكبر منه ده أدبا مع مين؟ مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دهنا هضرب مثال تاني وحنقول احنا إزاي نتقدب مع النبي شوف الصحابة الكرام كانوا بتقدبوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ النبي ما ينفعش كان يقول أمر والصحابة تخالف ما ينفعش ده سيدنا النبي مش ربنا قال لنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وما هيكم مش أنا محتاج قلبي استريح مش أنا محتاج في ظل الأزمات المتتالية على العالم دي مش أنا محتاج قلبي استريح قلبي أطمئن صح؟ احنا عندنا قلبي ذكر الله تطمئن لليه؟ القلوب فانا هاعد أذكر رب أذكر رب أذكر رب أذكر رب طب في حاجة تاني اللي هو بيقول له يا رسول الله أجعل بقى وقت كله صلاة عليك فقال له إذن ده ربنا هيغفر لك زنبك وكمان هيكفيك الهم بتاعك مش احنا عارفين الحديث ده؟ طيب في حاجة تاني أهلا لك آه لما تستجيب لله وتستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى يحيي القلب فبقاش انت عايش حياة مضطربة انت عايش حياة هادئة مطمئنة لأن انت مع مين؟ مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فالصحابة ما يفعش يخلفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي كان ربنا بينصرهم في كل موطن يعني في كل انا محتاج ربنا ينصرني فاعمل ايه؟ ما تخلفش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تستجيب لأمر النبي في كل حاجة في حديث صلح الحديبية عروة ابن مسعود الثقافي ده قال له خرايش ايه؟ قال لهم انتوا بالنسبة لي ايه؟ مش انتوا اكنكم كل واحد فيكم اكنوا ابويا قالوا ايه وانا ابنكم قالوا اه تمام مش انتوا عارفين ان انتوا تتهمون في شيء؟ قالوا لأ طب مين فعلنا اروح لمحمد صلى الله عليه وسلم اعرض عليه خطة رشد كده وصلح بيني وبينه مفيش مشكلة تفضل روح لمحمد عليه وسلم فوقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ بيقول له يا محمد يعني بص بقى احنا قاعد يسب النبي بكلام كده قبيح وبعدين قال له انت يعني عاوز يقول له انت بتحتمي بمين؟ باللي حواليك دول؟ انا شايف بس ايه؟ اه وجوه واقفة بس لكن انا مش شايف الا او شابا خليقا بهم انقامة الحرب ان يفير ويدعوك ده هما في اول اختبار حيسيبوك يا محمد فسيدنا ابو بكر لابس بتاع الخوزة دي اسمه المغفر ومغط وشه فقال انا فره وندعك يا عدو الله وندعك يا عدو الله يعني هنسيب سيدنا النبي ابدا والله فقال له مين ده؟ فالنبي قال له مش عارفه ده ابو بكر قال له ابو بكر ده قدمني خدمة زمان وانا ما كفقتوش عليه لو انا كفقتو يبقى انا كنت جوبت عليه ورادت عليه فبدأ وهو بيكلم النبي كل شوية ايه كان يرفع ايده كده ويمسك دقن النبي يمس لحية تسد النبي عليه الصلاة فوقف واحد مين كان بالنبي ابن اخوه المغيرة ابن شعبة فمعايا السيف فرح مسك مؤخرة السيف رح ضرب ايده وقال له اخر يدك عن لحية رسول الله قبل ان لا ترجع اليك يا عدو الله فقال له مين ده كمان وهو مش عخب باله مش شايفه فقال له ما تعرفوش ده ابن اخوك المغيرة ابن شعبة قال له اي غدر يعني يا غدر انت انا لسه بسعى في الغدرة بتاعتك والمصيبة اللي انت عملتها كان عامل ايه صاحب في الجاهلية ناس والمهم تخنقوا قتلهم وخد مالهم فسد النبي قال له ايه قال له الاسلام نقبل منك لكن المن مش بتاعي معا ليه الشلقة بيه يبقى في دية هتدفعها للناس دي فمين اللي بيدفع الدية عمه هو اللي بيدفع الدية فانت بتعمل معيها كده وبعدين بقى ايه لما شاف بقى الكلام ده يقول بقى شوف الشاهد يقول النبي ما بيأمرش امر الا يعني ينفزه الامر بسرعة جدا من غير ما يفكره وبيقول المية اللي بيتوضى بيها سيدنا النبي بيتساقط الماء من ايدي النبي يروحوا اجرينا على المية ويحطوها على راسهم ويوشهم ايه ده يقتتلون على الماء اللي توضى بيه سيدنا النبي وعدين اللهم شوفوا الناس اللي تعمل مع الراجل ده بالطريقة دي انتو مش هتعرف تعملوا معهم حاجة هيحمون اي قوم لقد وفدتوا على الملوك على قسر وقيصر والنجاش فوالله ما رأيت ملكا يعظمه اصحابه كتعظيم اصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم فده الصحابة كانوا بيعملوا الكلام ده ربنا نزل عندنا صورة اللي هي صورة الاداب الاجتماعية ونتمنى ان كل اسرة وكل مسجد وكل برنامج ديني او غير ديني يتناول المبادئ والاخلاء اللي في الصورة دي لان هي بناء للمجتمع وبناء للاسرة لها صورة الحجرات ربنا اول مصدر الصورة دي صدرها بايه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني ما نفعش النبي يقول حاجة يا صلصة دعاء وإحنا نقول ايه لا مش هنسمع كلام المفروض ايه اللي احنا نسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طب وقال بعد كده لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فبعض الناس فهم انه هو ما ينفعش ارفع صوت فوق صوت النبي لو النبي عايش معانا طب ما هو عايش معانا عايش معانا بسنته صلى الله عليه وسلم فسيدنا القضاء يقول ايه يقول خلي بالك انت لو النبي بيقول حديث لو واحد عالم شيخ اي حد بيقول قال رسول الله ما ينفعش انت تقول له ايه استنى بقى استنى اهدى كده شوية علي استنى مخلق لا اوعى لان رفع الصوت على حديث النبي كأنه رفع الصوت على مين على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم طب انا لو رفعت الصوت ايه اللي يحصل قال الله عز وجل لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم يبال عمل بتاعنا رفعين ضعو ضعو اللي عزو بالله وانتم لا تشعروا